وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 439 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 125 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 78 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 627 قضية خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتدور القمح المحلي تم ضبط ثلاث قضايا بمضبطات بلغت أكثر من أربعة أطنان أقماح محلية